يستخدم علماء في مكتب الفحوصات الطبية في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية تقنيات تحليل جديدة للحمض النووي تساعد في التعرف على مزيد من ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول على مركز التجارة العالمي مكتب الفحوص الطبية تمكن مؤخرا من التعرف على سكوت مايكل جونسون أحد ضحايا التفجيرات والذي كان يعمل موظفا ماليا في البرج الجنوبي وفق ما ذكرت وكالة رويترز